موسيقى السلام عليكم أخوتي وشارككم لباس بخير جينا نفيدو أخوتي نجبت لكم ما قال يوضح كيفاش كي تكون كما قولوا تلعب ضد فرق أو منتخابات اللي كما قولوا عند هاد دفاع التحام متأخر اللي تغلق لك وش هما الحلول هدي هي اللي راني نحوسوا عليها باش يمتيدو خاوتنا لقيت أمور عديدة أمور اللي كما قولوا تكلمت عليها ديجا وكان أمور واحدة أخرى تانيك كيفاش باش تحل أو باش تسجل أو الحلول برض منتخابات كما قولوا اللي تغلق أو فرق اللي تغلق كورة القادم جبت لكم هاد الماقع لقيت بلونغ لي يا أخوتي صعيب ترجمة تاعد خرج لكم خارب شاز تحوس بس لقيت بلالمو كيف كيف باش تترجم الخاوتنا فلقيت مقال بالعربية من أردني تقريبا نفس المقالات اللي لقيتها بلونغ لي يعني نفس الأفكار هو كما قولوا رايحوس على الحلول للمتخب التاحنة على الأردن ولا دار نفس المقالات يعني هو تانيك ناقلها كما قولوا من صفحات إنجليزية وكده وترجمة حتى يتكلم على موشي السرسيتي يتكلم على كده فلما قال هذا يا قويل بزاف دك نقراه لكم باش نلقوا الحلول كيفاش أو الحلول العلمية يعني الحلول العلمية كيفاش باش تحل الشفرات المتخبات وهذا هو أره مشكل عاويس على هذيك اللي راني ندير المجهود التاعي باش نفهموا خوتنا كيفاش وهذه يلزم بالماضي ثانيك يلقاتها حلول نبدأ معاكم يا خوتي بسم الله الرحمن الرحيم قال لك التكتل الدفاعي أو الدفاع المتأخر هو أسباب متبع عند بعض الفرق خصوصا التي يوجد بينها وبين خصومها فوارق فرنية وبدنية كبيرة وهذا حقيقي احنا راني نتلقى معا فرق بعيفة أو متوسطة دايما يجو دافع معنا قال لك فتلجأ لهذا الأسلوب لمنع الخصم من التسجيل وسحبه من مناطقه واستغلال المساحات بالخلف في الهجمات المرتدة أو محاولة خطف هدف من كورا تابيتة احنا دايما يمركونا كورا تابيتة أو مرتدات لأننا راني نضغطهم من المركيش يديرونا مرتدة يمركيب سوي سوي يعني دك تشوفوا الحلول قال لك كثيرا ما شاهدنا منتخبنا يحكي على الأردن وخلينا منا الحلول نجو الموضوع المهم قال لك يوجد العديد من الحلول لمواجهة هكذا فرق وهنا أردت أن أرصد وأسلط الضوء بشكل مبسط على بعض الأفكار التي تتبعها بعض الفرق العالمية على أمل أن نستفيدها يعني مبسط عليش عجبني هذا المقال بش كما قلوه مبسط لي يا مبسط ليكم مبسط للجامعة قال لك وهذه الأفكار التي تتعامل بها كما قلوه المنتخبات العالمية أو الفرق العالمية على أمل أن نستفيد منها ككورا أردنية هو قتلك أردني عندما نلعب معها كذا منتخبات أو أندية محليا وخارجيا يعني هدايا جاب معلومات من السطحات اللي كما قلت لكم لقيتها ترجمة تحاجتني بزاف وعرا ملاحظة هذا الموضوع مخصص عندما نلعب أمام فرق تلعب بتكتل دفاعي أما عندما نلعب مع فرق تلعب كورا هجومية فهذا موضوع آخر هذا مفروق منه شوف وش يقول لك يقول لك قبل أن أسرد الأفكار علينا أن نبدأ بتعريف كلمة الدفاع المتكتل ما هو الدفاع المتكتل؟ أي ملعب يعني يمكن تقسيمه إلى ثلاث أقسام التولت الدفاعي التولت الوسطي والتولت الهجومي يختلف أسلوب والشكل الفريق عند الدفاع بأي تولت من هذه الأقسام يعني كان يدفع كين كما قلوا دفاع متقدم كين دفاع كما قلوا متأخر راكم شايفين بول موضوع هذا ما يهمناه شي يقول لك الفرق المتكتل لا يبحث عن الاستحواذ الفرق التي تتكتل لا يبحث عن الاستحواذ إطلاقا بل هدفه الأساسي الحفاظ على نظافة شباكه يركن جميع اللاعبه خلف الكورة وتكون المساحة بين لعبية الدفاع والوسط صغيرة جدا ويحاول إغلاق المساحات بالخلف يعني قال لك يكون متقاربين بزات والخطوط ثلاثة بيناتهم يلعب لك خمسة ربعة واحد جعلهم ملسقين مع بعض يعني ما يعطي لكش جيدار يعني بالخلف قال لك يدافع الفريق بشكل متكتل دون السمح للكورة بالمورور ومن بين الخطوط في العمق فالعمق أقرب للمرمى من الأطراف والأولوية للفريق حماية العمق يعني فلوسط تقدر تمر الكورة الأطراف يجيك منها يعني أكثر يكونوا فلوسط يعني بش يحموا المرمى لأن المرمى رأه فلوسط ما يكونوش متوزعين صاديبوا الكورة ويتمشي كيفاش يميلوا معها وراني جاي لهذا النقطة قال لك للخصمة خصوصا المساحات بين لعبية الدفاع كيف ممكن تغلب على هذه المنظومة الصعبة اختراقها للغاية قال لك أولا تحويل الكورة الفريق المتكتل يترك مساحات على الأطراف عمدا لإغلاق العمق تماما يعني يخلي شفنا البارع شفنا بللي بعناني وشاي بيه هم اللي كانوا يستلموا بزاف الكورة الوسط في الميدان فهما غلقوا لك الوسط ويخليك تروح على الأطراف الأطراف يعني سهل بشي يغلق لك يدور معاك برك هاجدا ويدور معاك يعني يرى مغالقين قال لك هناك يمحل وشي يقول لك الأطراف بنفس الوقت والرهي في المقابل المستحيل طبعا على هذا الفريق تغطية الأطراف بنفس الوقت بسبب مين اللاعبين للعمق أكثر هذه هي اللي قلناها قال لك عند مهاجمة هكذا فرق من الطرف يضغط عليه لاعب أو لاعباني لإيقاف الهجمة دايما يخي بوعناني يشد الكورة ولا شاي بيه رحوا له زوج ولا لاعبين والأخرين يبقى في الوسط لإيقاف الهجمة ومحاولة إرجاع اللعب إلى الخلف أو نحوه يعني يضغط عليك باش ترجع البالون للور يعني سواسوا ما قال رائع جدا يضغط عليه لاعب أو نحو العمق والراهي إرجاع اللاعب إلى الخلف أو نحو العمق المزاحم أو تبعتها للوسط الوسط نحو مغلوق المزاحم فاضطارت بالنسبة لهكذا فرق نقطة ضعف قال لك عند مهاجمة هذه الفرق من الطرف ينتقل الفريق كمنظومة كاملة بطبيعة الحال تجاه طرف قليلا لخلق زيادة العدد قال لك يعني يدوره يعني يميله معاه شوية مشيره حقه ولكن يبنه شوية يخلو لك شوية هادي هي بفضل اللي يقولهم الأبو 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 المجلب له يخلو رياض محرز راني جايكم لهذه الفكرة وبعد يديروا سويش 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 يعني من الجهة اللي وصلا ديرك تبصوه ويكون اللاعب سريع يبلوك يحطوه يتيري هادي هي الصلعة هاي اللي قدوك يحكي لك عليها وشفناها مع رياض محرز في مونشيستر سيتي عند مهاجمة الفرق من الطرف ينتقل الفريق كمنظومة كاملة بطبيعة الحال تجاه الطرف قليلا لخلق زيادة عددية هذا يعني أن أي فريق يحاول مهاجمة من طرف يجب أن يفعل ذلك بطريقة سريعة ومن لمسات واحدة ونقل الكرة من الطرف العيمن إلى الطرف العيصر أو العكس بسرعة ثم إرسال كرات عرضية تجاه المهاجمين قبل أن يحصل الفريق المدافع على فرصة بأن يتمركزه ويتصدى للكرة السرعة لازم كي يروحوا شوية يميلوا منها تبع الديرته دوزيم يكون موجود رحب اللي ينتظر يعني يكونوا متفاهمين هذي هي بيبوارد اللي علاش قلنا دائما يبعتوا سويش ينتظر غير جيت طب يكونوا واجهين يكونوا اللاعبين متفاهمين على هذه الخطة أن يحصل الفريق المدافع على فرصة بأي يتمركز هذا أيضا يعني بأن اللاعب الجناح على الجهة المقابلة يجب أن يتمركز بشكل مثالي مستغل المساحة التي تترك من جهاته فتصله الكرة ويمكن التصرف بها قلت لعل الصور بهذه الصور ما كانش تسمى ممحية أم ديرين تصورهم بعد دكن نوري لكم صور لعل الصور على توضح الفكرة بشكل أفضل ما عرفوا هذي تعملون شيء سرسيتي نجو للتانيين التانيين الكرة ساقطة الكرة ساقطة في حل آخر وأسلوب مباشر أكثر للوصول للمرمى من تمريرات الكرة الكرة من اليمين إلى اليسار والعكس والعكس يختصر زحمة اللاعبين المتواجدين في العمق لكن قد يقابله تصدي للمدافعين طوال القامة أو حارس يقض قال لك ليه هذا الكرة الساقطة يجب أن تلعب في الوقت المناسب وبالتفاهم بين لاعب الوسط والمهاجم فكما على لاعب الوسط ضبط توقيت تمريراته الساقطة وأن يكون بارعا فيها على المهاجم أيضا أن يكون ذاكي يلمح هفوة في تمركز المدافع والتحرك القطري بظهر المدافع وطالب كما ركن تشوفه في الصورة اللي هنا وطالب الكرة بالتوقيت المناسب فضبط توقيت تحركه مهم للغاية وهذه محيوة ما تحركش البارح وتكلمت عليها على المهاجم أيضا عدم الوقوف والاستسلام هذا هو السبب بتعنى البارح والاستسلام للرقابة بين زحمة لعبين بل عليه بشكل مستمر البحث عن أي تغرى وهذه مهارة ليست سهلة بالطبع لأي مهاجم في الصورة الفق كما اللي وردت لكم الصورة كورة ساقطة يعني يهرب تكتك تحركت على المهاجم عنجه التزديدات من بعيد الفيديو ممكن يطول تزديدات من بعيد عندها واحد الفوائد يا خوتي وهذه اللي ينطيره تيرو 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 محبوش قاية تيرو ثلاثة التزديدات من بعيد هناك ما قوله في كورة القدم إن لم تسدد لا تسجل قلت العدة مرات الجامل بالماضي ما تتيريش ما تمركيش لا شوالي فيديو التوعي يقع كم هادا العليتين قلوه ما تتيريش ما تمركيش هناك ما قوله في كورة القدم إن لم تسجل إن لم تسدد لا تسجل التزديد سلاح مهم لأكتر من سبب لأكتر من سبب لهذا أرى بأن اختيار لاعبي يملكون هذه الخاصية مهم للغاية قال لك الفريق المتكتل بطبيعة الحال يلعب بخط دفاع متأخر لإغلاق المساحات في المقابل سيترك فراغ بوسط ملعبه وهي فرصة للفريق المهاجم بالتسجيل والتسجيل بشرط أن يلمح اللاعب المسدد فرصة للتسجيل نتيجة التسجيل ليست فقط تسجيل الأهداف هدف مباشر يعني إحنا ما نشوفه رميتين وفسما شغل الله ما حبي لي ماركو بس صح دوك تشوفه علاش قال لك وراهي نتيجة التسجيل ليست فقط تسجيل هدف مباشر بل يمكن أن تصد من قبل المدافعين أو الحارس ممكن نشاهد كورة طائشة مما تسبب إرباك للفريق المدافع ولهذا على المهاجم أن يكون على هيبة الاستعداد لملاحظة لملاحقة أي كورة طائشة من الحارس أو المدافعين وأن لا يقفوا متفرجين مما ممكن من تسديد تكسب بروكنية أيضاً يعني الكورة الثانية يعني كثير من ذلك الحارس يتفرشه يخي شد كثير من المليتر يطيحه في الأرض يدور كده منها فممكن تكون قال لك ممكن تكون كورة تخبط في الدفاع وتعاو وتولي أو الحارس يتشبك معاها فالمهاجمين كثير وسط الميدان المهاجم داخل الديزويت دائماً يسنف القورة الثانية يعني المهاجمين زوج ولا ليرام داخل الديزويت مع هذه المدافع دائماً يكون حارس أنه المدافع رح يرجحها أو تخبط فيه وترجع أو الحارس يتشبك معاها إلى شيء الكورة الثانية ما نستعملوهاش حنا الكورة الثانية لعنى ما نسددوش بكل صراحة قال لك ممكن يجيب لك ركنية يعني كتيرها جواري يخبطها براسة ركنية داروا دارها ركنية كتير من اللي درناهم حنا خوتي بس جوب اللي ما كناش انتيروا قال لك تكسب ركنية وهي حالة أخرى وهي حل كذلك ركنية ممكن يجيبوا لك أدب أيضاً ممكن ما يتوقع يتوفق أيضاً ممكن ما يتوفق اللاعب المسدد وتذهب الكورة لضربة مرمى فبربات المرمى الفريق يضطر بأن يفتح الملعب لتوفير الخيارات للحارس فلا يمكن للفريق أن يتكتل هنا يعني قال لك كي تخرج مرمى والحارس اللي حي يدير ضربة مرمى يعني أكيد مرمى يبقاش واقفين يخلوه الحارس تاحهم يدرنوا منها يدرنوا منها بشي يحطي لهم الكورة أو باريزوم بيتين الكورة عالية فيكونوا فاتحين في هذه اللحظة المساحات أسمع وشي يقول لك قال لك أن إن فاد الحارس ضربت المرمى على الشكل كورة قصيرة للمدافع فهي بمثابة فرصة للفريق المهاجم بحيث يستغل عدم تكتل الخصب بهذه اللحظة ويستغل الفراغات فيجب على الفريق المهاجم أن يكون يقض وأن يضغط بكل لعبه وهذه هي اللي كنا دائرينها بكري كنا الحارس كي يجي دين نضغطوا عليهم جاً فإحنا ما نرناش نضغطوا وش تليتير شح المهمين في خصائص تقدر من ليتير هذه تعمل من لتير من يتعوى 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 من بعيد جيب لك خاصة جيب لك ركنيات تفتح المساحات لأن كي تكون عندهم راح يدير ضربة مرمى الحارس يعني باش يفتحوا المساحات تقدر تستغل الكورة الثانية الكورة المرتدة نافيز تقدر جيب ضربة جازة لأن كي تكون كورة مرتدة تروح لها هم اللي رانفرشين يتضربك داخل الديز ويجيب لك ضربة جازة قال لك الكورة التابتة يحكين بعد الكورة التابتة نحط لكم الماقر اللي قرهه طويل ما رانيش حقيب أعطيت لكم النقاط المهمة نعطي لكم الماقر ر بالعربية نحطه فيه أول تعالي قرهه قرهه وأمور مهمة جدا هذا وش نقدر نفيد خاوتنا موضوع تعتقد الدفاعات له كاريتا وعنده حول التاعه لازم تطبق على أرض الملعب وليتير من البعيد أكبر فائدة بالأمور اللي حكيتها النقطة اللولى النقطة التالية والنقطة التالتة وكي ما يقاط عدة زدوا قرههم ما نطوش عليكم خاوتي ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام